موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالات هاتفية بالصحفيين المختطفين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيات الحوثي الإنقلابية بموجب صفقة التبادل التي رأتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واطمأن رئيس الوزراء على صحة الصحفيين المفرج عنهم وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب واستمع منهم إلى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات الميليشيات الحوثية موجها بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن إقحام الصحفيين من قبل ميليشي الحوثي في صفقة تبادل أسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أي كان بأسير حرب أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي بأن صمود وتضحية أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في الجبهات القتالية الطريق الوحيد لتحرير كل المختطفين والمعتقلين وتحرير اليمن وكامل ترابه الطاهر من دنسي ورجس الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأضاف أن الانتصارات التي يحققها الجيش مسنودا بالمقاومة ورجال القبائل وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تتواصل على طول الجبهات في مأرب والجوف والضالع وتعز مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية ما زالت تواصل كذبها وتزويرها للحقائق وهي التي انقلبت على الدولة والشرعية ودمرت مقدرات الوطن ومنجزات ومكاسب الثورة أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية شرق محافظة الجوف عقب معارك مع الميليشيات الحوثية انتهت بالسيطرة على مواقع استراتيجية وتكبيد الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش خاضت معارك عنفة مع ميليشيات الانقلاب في جبهة الخنجر تمكنت خلالها من تحرير موقع الرقيب الأسود وبن عزيز وجبال غرب نقطة البرقاء أضاف المصدر أن المواجهات لا تزال على أشدها وسط تقدم متسارع لأبطال الجيش الوطني مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحة في صفوف الحوثيين وخسائر كبيرة في العتاد والأرواح إلى ذلك قتل ستة من قيادات الميليشيات الحوثية مع خمسة عناصر للميليشيات بنيران أبطال الجيش الوطني في محافظة الجوف واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها بحق سكان وأهالي محافظة الحديدة الساحلية واستهدفت بقصف عنيف الأحياء السكنية في مدينة التحيط مرحقة أضرار كبيرة بالمنازل المواطنين الساكنين جنوب مركز المدينة وأمطرت الميليشيات أحياء مدينة التحيط بقذائف مدفعية الهون بكثافة ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وكانت الميليشيات قد أصابت في وقت سابق من اليوم أحد المواطنين بنيران قناصتها في عينه اليسرى ويأتي ذلك تواصلا لجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة التي أودت بحياة عدد كبير منهم معظمهم نساء وأطفال أصيب مدنيان بينهم رأى إثر استهداف ميليشيات الحوثي قرية السبعة العليا جنوب مركز مدينة حيس بالحديدة بمختلف أنواع الأسلحة وأفادت مصادر محلية أن الشاب زينب حسن دعب ذات العشرين عاما تعرضت لإصابة بشضايا مقذوف بي ام بي في ذراعها الأيسر فيما أصيب الشاب محمد عبدالبدوي البالغ من العمر 22 عاما بطلق ناري وأضافت المصادر أن الشابان أصيب أثناء تواجدهما في منزلهما في حيث إثر عمليات استهداف إرهابية من ميليشيات طالت الأحياء السكنية بشكل عشوائي وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من ميليشيات الحوثي الإنقلابية مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين والدمار للممتلكات العامة والخاصة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وقالت اللجنة إنها سجلت حالتي إصابة جديدتين في كل من محافظتي مأرب وحضر موت فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الرابع على التوالي كما سجلت اللجنة ست حالات شفاء جميعها في محافظة مأرب وبهذا يكون إجمال الحالة التراكمية المؤكدة في بلادنا ألفين وخمس وخمسين حالة منها خمسمائة وست وتسعون حالة وفاة وألف وثلاثمائة وخمس وثلاثون حالة تعافي انتهى الموجز في أمان الله